اشتركوا في القناة الشيخ طحنون بن محمد الانهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وتبدل جلالة الملك المفدى وسموهم خلال لقاء الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات دعين الله عز وجل أن يديم على البلدين التقدم والازدهار في ظل قيادتيهم الحكيمتين من جانبه عبر جلالة الملك المفدى يده الله عن سعادته بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان وسموه شيخ حمدان بن زايد الانهيان وسموه شيخ طحنون بن محمد الانهيان متمنيا لسموهما دوام الصحة والسعادة ولدولة الإمارات وشعبها مزيدا من الرخاء والرفعة والتطور وأبلغ جلالة الملك المفدى حفظه الله سموهما بنقل أطيب تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله وتمنيته إلى سموه موفور الصحة والعافية كما عارب جلالته أيده الله عن احتزازه بمتانة الروابط الأخوية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين مشيرا جلالته إلى ما يجمعهما من أواصر القربة والأخوة والمصير المشترك والتعاون على جميع المستويات حضر اللقاء سموه شيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني وسموه شيخ حمدان بن محمد بن زايد آل انهيان والشيخ خليفة بن طحنون آل انهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في دواني ولي العهد أبو ظبي والشيخ ذياب بن طحنون آل انهيان والشيخ زايد بن طحنون آل انهيان مدير وديواني ممثل الحاكم في منطقة العين والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل انهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبو ظبي شكراً لكم